اشتركوا في القناة اول هدف بدي اتعرف على طبعا في اللحظة هاده المصطلحات هاده مصطلحات غريبة عن كل حد اللحظة لكن بعد شوية لما نمشي في الشبتر هتصبح مألوفة وحتصبح مفاهيمها معروفة بالنسبة لكم يعني اول objective هندرس الايزومورفس واليوتكتك فيز دياجرامز من خلال درستنا للايزومورفس واليوتكتك فيز دياجرامز هنكون قادرين اننا انحدد الفيزز بريزنت في اي ريجون في الدياجرام انحدد ما يسمى خط الليكودس والخط السوليدس وخط السولبس ال second objective learning objective اذا كان معطا عنا given a binary phase diagram في حالة توازن وما عارفين تركيب السبيكة ودرجة الحرارة ممكن نعرف ايش الفيز is present for a given composition and at a given temperature وحنممكن نعرف كمان الكمبوزيشن of each phase والماسف فراكشن of each phase ال third objective الهدف الثالث for some given binary phase diagram لا binary phase diagram upon heating or cooling يعني في حالة التسخين او التبريد هنكون قادرين to locate temperatures and compositions and right reactions of eutectic reactions eutectoid reactions, peritectic reactions, concurrent phase transformations الهدف الرابع هندرس الفيز دياجرام للحديد مع الكربون هندرس الكمبوزيشن رينج من بونت O2-2 لتنين بونت واحد أربعة ويت برسنت كربون هنحدد من خلال درستنا للFEC phase diagram وين حدود الكاست ايرون وين حدود الستيل بعدك هنحدد نوع الستيل هل هو هايبويتكتويد ستيل ولا هايبويتكتويد ستيل برضو we will name البرويتكتويد phase وحنحسب الماسف فراكشنز للبرويتكتويد phase والبرلايت ونعمل وبشكل اسكماتيك نرسم المايكروستركشن at a given temperature just below the eutectoid temperature هذه هي الأهداف الأربعة للشبتر هنبدأ في التقديم بشكل تدريجي طبعا أنا خلينا أركز أنه مرة تلاحظ عليكم مصطلحات binary isomorphous phase eutectic eutectoid peritectic monitectic hyper eutectoid hyper eutectoid هذه المصطلحات كلها حتصير مألوفة لما تفهموا إيش هي هنبدأ بمثال بسيط مبين عندكو في الصورة مبين عندكو في الصورة اللي هو عندي شكل في محورين محور الأفق والمحور الرأسي أنا بدي أحاول أدوب سكر في مية أدوب سكر في مية الآن المحور الرفقي هنا عقص الطرف بيكون نسبة المية zero ومية في المية مية يعني فيش سكر على الطرف الآخر للمحور الأفقي 100% 100% سكر وزير مية يعني فيش مية واني وير انبتو عنده هنا عندي 20 معنى 20% سكر 80% مية 40% سكر 60% مية 60% سكر 40% مية 8% سكر 20% مية على المحور الرأسي درجة الحرارة عنده هنا 0 20 40 60 80 100 لو أخذنا عنده 20 درجة عند درجة 20 20 درجة هي درجة حرارة الغرفة العادية وحطيت مثلا 10% سكر أو 90% مية وحركت حيدوب السكر لو زودت كمية السكر لحد ما وصلت 20% سكر 80% مية وحركت برضو حيدوب السكر الان عندي لحتى لحظة بتكون عندي محلول سكري يعني عندي اكم فيز عندي وان فيز اللي هو محلول سكري الان لو زودت كمية السكر لاربعين في المية سكر 60% مية برضو حيدوب السكر حستل عندي محلول سكري ما فيش عندي راسب لو رفعت السكر لستين في المية سكر 40% مية برضو حيث عندي محلول سكري عندي وان فيز الان لو رفعت لا لا نحكي لا 80% سكر 20% مية مش كل السكر حيدوب يعني المية المية اخذت طاقتها الاستيعبية القصوى من السكر الان معناته حكون في عندي محلول سكري وراسب حيتراسب السكر المدابش ايش حساوي يصير فيه حيتراسب فيه اسفل الاناء معناته في الحالة هادي اتكون عندي لكويد عندي تو فيز وان فيز عبارة عن محلول سكري وفيز تاني اللي هو السكر الصلب معناته عند عشرين درجة النقطة هادة على الكيرف الأحمر هي الخط الفاصل عند عشرين درجة هي الخط النقطة الفاصلة بين 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 بالسكر في المياه القدر الأقصى لإذابة السكر في المياه والان ما قبل النقطة هادة أنا بقدر أدوب كل السكر ما بعد النقطة هادة ما بعد النقطة هادة حيسير عندي سكند فيز حيسير راسب يعني الجزء من السكر بدوب والجزء الآخر بترسب طيب الآن لو أخدنا نفس الاشي عند درجة أربعين درجة مئوية الآن عشرين في المياه سكر حيدوب أربعين ستين لحد ما أصل نقطة هادة هادة نقطة تتمثل الكيمية القصوى الممكن إذابتها من السكر في المياه بعد الكمية هادة تزوتها حيتكون عندي محلول سكري وسكر صلب معناته هادة النقطة الآن بنفس المنطق عن ستين درجة هادة نقطة تمثل حد الأقصى للكمية ممكن ندووه من السكر في المياه عن تمانيين درجة هادة الحد الأقصى لكمية السكر ممكن ندووه في المياه عند مياه هذا الحد الأقصى الكمية ممكن أدووها في المياه لاحظوا عند ستين عند سفر ممكن أدوب تقريبا ستين في المياه السكر عند مية درجة ممكن أدوب تمانين في المياه سكر معناته كل ما أرفع درجة الحرارة كل ما أقدر أدوب سكر أكتر معناته السليوبيليتي للسكر مدى دوبان السكر في المياه بزيد معد ارتفاع في درجة الحرارة الخط هذا الخط الأحمر معناته بمثل الماكسيمم سوليوبيليتي لميت للسكر في المياه عند درجات حرارة مختلفة الآن على شمال الخط هذا ماكسي اللي هو ما يسمى سليوبيليتي لميت لين بيكون عندي وان فايز اللي هو عبارة عن محلول سكري على يمين بيكون محلول سكري وسكر صلب معناته صارت أنه واضح إيش مفهوم السليوبيليتي لميت الحد الأقصى للإذابة الآن إيش يعني فايز فايز ممكن تفهم بأكتر من طريقة الفايز هي عبارة عن physically distinct and homogeneous portion and material اللي هو الفايز عبارة عن منطقة في المادة من ناحة فيزائية متجانسة في المعنى إلها نفس الخواص إيش فايز كل فايز is a homogeneous part of the total mass كل فايز هو جزء متجانس من الكتلة الكلية and has its own characteristics and properties أو إلو خواص الخواص يعني المميزة إلو يعني زي المحلول السكري لو كان عندي محلول السكر مكون من two phase عندي محلول سكر وسكر صلب خلص المحلول السكر إلو خواصه وين ما كان باش 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 شعر نفس حلاوة السكر ونفس الخواص والجزء الصلب فيز مميز وبين المحلول السكري والسكر الصلب في الحدود اللي هي phase boundaries في المعادن إيش هي خصائص phase phase has the same structure or atomic or anything أول شيء في المعادن phase إلو نفس التركيب البروري أو الترتيب الذري يعني المفروض إذا هو phase مفروض يكون عندك ممكن يكون بي سي سي اف سي سي اتش سي او 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 اتوميك تاني خاصية له الو السيم كومبوزيشن وينما كان في الماتيريال لو فحصت التركيب والخواص بتكون نفس الإشي التركيب الكيميائي نفس الإشي والخصائص خصائص فيزيائية أو ميكانيكية بتكون نفس الخواص رقم ثلاثة يعني بيكون في عندي حدود واضحة بين الفيز تحت الدراسة وال الفيز الأخرى المحيطة في يعني بيكون عندي خلص هذا فيز مثلا بي سي سي جنبه فيز اف سي سي يعني بتكون في حدود واضحة بسميها الفيز باوندري في السبائك المعدنية في عندي نوعين من السبائك في عندي سينجل فيز وفي عندي مالتي في عندي يعني السبائك وحيدة الفيز وفيه السبائك متعددة الفيز عملية التسبيك في المعادن بتكون على شكلين اما محليل صلبة او بتكون عندي يعني في حالة مثلا زي حالة الانحاس مع النيكل كل ضرة تنحاس تستبدل ضرة ناكل تأخذ موقعها وانا بيكون محافظة على نفس لكن في حالة الكربون مع الحديد ممكن جزء من الكربون يتفاعل مع الحديد ويكون اللي كربايد الحديد فالأف اي ثري سي فالأف اي ثري هي مادة صلبة موزع وين مكان بشكل منتظم الصلبة صلبة 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 الخاصة مثلا لو حطيت خلطة رمل مع سكر مثلا حيظل الرمل محتاز بخصاصه لطعم الرمل والسكر محتفظ بخصاصه كسكر فمعناته ما صارش اشي جديد لا انه الرمل محتاز بخصاصه والسكر محتفظ بخصاصه مثال تاني خلطت البطون خط البطون بيكون فيها اسمنت او البطون بيكون في اسمنت وفي حصمه وفي حديد الان الحديد محتفظ بخصاصه كحديد والحصم محتفظ بخصاصه كحصمه والاسمنت محتفظ بخصاصه كاسمنت هذا يعتبر خليط ميكسشا مكونات الصلت بتدوب في بعضها بشكل كامل ولا يحتفظ احد المكونات بخصائصه الخاصة بتطلع خواص جديدة للصلت خصائص جديدة مشتركة التسبيك من خلال انه اضيف عنصر على عنصر اخر الخصاص يتم التحكم فيها والسيطرة فيها من خلال انه انا بعمل بوند ديفيكت بوند ديفيكت ستش از سبسيشنال او انترستيشن بوند ديفيكت وهذا حكي نعنا بشبتر اربعة وخمسة الان في في المذاب اللي هو السيليوت اللي هو بيكون العنصر الموجود بكمية قليلة وفيه السولفنت المذيب هو العنصر بيكون الاساسي الموجود بكمية كبيرة لما السولفنت المادة المذيبة او المادة الام تحتفظ بتركيبها البلوري خلال عملية التسبيك باسم الالوي السوليد سوليوشن الان في فيز دياغرامز جونيور فيز دياغرامز المياه فيه لها فيز دي اقرام فيه للحديد فيز دي اقرام فيه للكربون فيز دي اقرام للعناصر لها فيز ديAقرام الفيز دي اقرام للمياه عندي هين امبيني عالمحور الوفقي درجة الحرارة وعالمحور الرؤسي الضغط طبعا الفيز هين انا بحكه على حالة المادا وقد كون حالة صلبة او حالة سائلة او حالة غازية الآن عند تقريبا absolute pressure point oh one أو zero يعني zero absolute pressure one gauge المية تقريبا بتغلي عند تقريبا 100 درجة مقوية أو خلينا نأخذ واحد واحدة نأخذ عند واحد بار نمد خط عند ضغط جوي واحد بار المية بتغلي عند 100 درجة يعني الغليان معناته اللي هي عند 100 درجة هاي النقطة بس ينتحو من الحالة السائلة للحالة الغازية بسهر واحد درجة حرارة لمية طيب الآن عند ضغط ثابت لو خدت عند واحد بار عند واحد أتموس فيرك براشر عند درجات حرارة منخفضة بيكون المادة في الحالة الصلبة بيكون المية على شكل تلج لحد ما تقريبا نصل عند سفر تبدأ عملية تحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة من حالة الصلبة للحالة السائلة بظن أسخن أسخن بظلها سائلة 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 لحد مصر لدرجة الغليان عند 100 درجة ماوية بتتحول المادة من الحالة السائلة للحالة البخارية الآن لو نزلت الضغط لو نزلت الضغط لـ تقريبا درجة التجمد أو الانصهار ما بتتغير تقريبا سقري عندي السفر لما أسخن أصل السفر ببدأ تلج أسيح وتحول لمية سائلة حضلني ماشي تقريبا بتبخر بتبخر مية عن 80 درجة معناته واضح كل ما يقل الضغط كل ما درجة غليان المية بتنخفض يعني أنا ممكن أخلي المية مثلا لو نزلت نزلت لحد 0.01 0.01 ضغط يعني تفريغ تفريغ شديد يعني ممكن المية تغلي عند 5 درجات مئوية يعني ممكن أخلي المية تغلي عند 5 درجات مئوية إذا عملت تفريغ في المقابل لو رفعت الضغط أعلى مثلا خليته 10 بار 10 بار لاحظوا درجة الغليان درجة الغليان إيش مالها هترتفع هتفط المية الدرجة يعني أنها كل ما زود الضغط كل ما درجة غليان المية بتزيد كل ما أقل الضغط كل ما درجة غليان المية بتقل يعني لو وصلت لضغط 0.01 بار المية هتغلي عند تقريبا خمس درجات مئوية عند ضغط جوي واحد عند واحد بار المية بتغلي عند درجة مية يعني أحد طرق التبخير المية ليس فقط التسخين ممكن تسخين مع تفريغ يسرع تسخين مع تفريغ يسرع عملية البخر بشكل كبير جدا طبعا هت من أحد الطرق المستخدمة في الصناعات الغذائية يعني بعض الصناعات الغذائية بتدوش يرفع درجة حالة المادي خليها تتعطي تتعطيها توصل 70 و100 وإشي زيه بالتالي عشان عشان ما غيرش خوائص الطاعم فيها ممكن ينزل درجة الغليان من خلال التفريغ يخفض الضغط وبتالي يعمل عملية بخر وعملية بشكل بدون ما أثر على خواص المادة هذا هو الفيز دياجرام للماية طبعا اليونيري فيز دياجرام شكلها متشابه باختلاف قيم الضغط درجة الحرارة يعني الحديد الحديد الخالص ممكن يكون في الحالة الصلبة أو الحالة السائلة أو الحالة البخارية يعني نحن لما نحك والله الحديد صلب الحديد صلب في درجة عند درجة حرارة كذا وضغط كذا بيكون صلب لكن ممكن الحديد يكون بخار عند درجة كذا وضغط كذا فأنا نحكي عن حالة المادة لازم أحدد ظروف الضغط ودرجة الحرارة عشان أحدد الحالة تاعتها حنبدأ ندرس ال سبيكة مكونة من عنصرين من عنصرين ايزومورفس بتكون عندي النتيجة النهائية للسبيكة هذا ما نعته السبيكة مكونة من عنصرين العنصرين بذوب بشكل كامل ببعض بكونوا سبيكة مكونة الفيز دياجرام بورجيني العلاقة بين درجة الحرارة والتركيب والفيزز الموجودة لسبيكة معينة تحت ظروف التوازن معناة الفيز دياجرام بورجيني العلاقة بين درجة الحرارة والتركيب والفيزز الموجودة لسبيكة معينة تحت ظروف اتزان من الفيز دياجرام من الفيز دياغرام ممكن نتوقع التالي اول شي من خلال الفيز دياغرام ممكن نتوقع كيف المادة حتى تجمد تحت ظروف اتزان رقم اثنين ممكن نعرف ممكن نعرف ايش النوع الفيز الموجودة عند درجات حرارة مختلفة ولتركيبات مختلفة من السبيكة بكل معناته انه حالة النظام تبقى ثابتة على مدار فترة زمنية طويلة طيب امبين امامنا الفيز دياغرام للانحاس مع النايكل لان خلينا نبدأ شوي شوي نفهم ايش هو الفيز دياغرام الان عالمحور الافقي بيكون في اندي الكمبوزيشن عالمحور الرأسي بيكون درجة الحرارة عندي هين مكتوب انتبه تحت مكتوب عندي سي وانحاس وعقص اليميل ان اي ان اي هين مكتوب زيرو زيرو هتكون يعني سفر نيكل مية في المية انحاس عندي هين عشرين عشرين في المية نيكل نيكل 80% إنحاس 40% 40% نيكل 60% إنحاس 60% 60% نيكل 40% إنحاس 80% 80% نيكل 20% إنحاس 100% نيكل 0 إنحاس يعني أقصى اليسار يمثل النحاس الخالص وأقصى اليمين يمثل النيكل الخالص وهين درجة الحرارة الآن إنحاس ينصهر أو يتجمد عن تقريبا 1085 درجة يعني لو جبت إنحاس منصهر هاي الزمن وهاي درجة الحرارة جبت إنحاس منصهر عند مساء بعدية 1500 درجة عند 1500 درجة إنحاس بيكون سائل يعني عنده هو في الحالة السائلة لو بديت أبرد الآن سائل وببرد سائل وببرد لحد مؤصل تقريبا 1085 درجة يعني من الآن من 1500 لعد 1500 لسه إنحاس في حالة إنصهار في الحالة السائلة عند 1085 أنا بسحب حرارة بسحب طاقة حرارية بيبدأ إنحاس يتجمد يتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة عند درجة حرارة ثابتة يعني هنا هنا الزمن طبعا عشان يتحول محتاج لوقت يعني هذه بداية بداية التحول وهين نهاية التحول يعني بعد فترة زمنية عند الخصين درجة بتحول من الحالة السائلة لحالة الصلبة هنا وصلنا لحالة اكتمال التجمد إذا ضلتني أسحب حرارة حيكون مادة صلبة وإيش وبتبرد معناته من هين لهين كان عندي اللي هو liquid نحاس هين خليط liquid زائد solid هين solid معناته هذه هي بداية التجمد وهذه هي نهاية التجمد معناته بان بسيارة latent heat of solidification بأخذها at constant temperature latent heat of solidification بأخذها at constant temperature زي المية تتجمد عند صفر لأنه عند صفر بتضلها بتأخذ فترة زي المعين عشان تتجمد هذا بالنسبة لإيش للنحاس بالنسبة للنيكل للنيكل النيكل درجة التجمد تعته 1453 درجة مئوية لو سخنته عند وسهلا 1700 درجة نحكي هاي 1700 درجة طبعا النيكل عند 1700 درجة حيكون إيش هيكون سائل سائل منصهر إذا ببدأ أبرد سائل وببرد بسحب حالا ببرده أنا عند 1453 بيبدأ النيكل يتحول من الحالة السائلة لحالة الصلبة at constant temperature يعني من نصحب حرارة latent heat solidification at constant temperature بيبدأ عملية التحول من الحالة السائلة لحالة الصلبة لحد ما تنتهي عملية التجمد بعدين بيبدأ يعني هنا نهاية التجمد هنا بداية التجمد بداية التجمد وهين نهاية التجمد معناته في الفترة زي من من time zero لحد ها يكون عندي only liquid من هين لهين ها يكون عندي liquid زائد solid وهين ها يكون solid واضح انه elements the pure elements solidify at constant temperature the pure elements solidify at constant temperature العناصر الخالصة تتجمد عند درجة حرارة ثابتة الان كيف حنمسلها على phase diagram كيف حنمسلها على phase diagram انا عندي على phase diagram على phase diagram اقصى اليسار انحاس خالص واقصى اليمين نيكل خالص انا حكي ان الانحاس انا مش نبين عندي زي نبين درجة الحرارة هذا المحور الرأس في درجة الحرارة عندي الف الف ومية ومثين الف وثلاثمية الف وثلاثمية الف ورمية الف وخمسمية الف وستمية الانحاس بتجمد عند الف وخمسمية معناتو هذه النقطة تمثل هذه النقطة تمثل درجة حرارة انصهار النحاس اقصى اليمين عندي مية في المية نيكل وسفر نحاس فش نحاس بس نيكل هذه النقطة اللي هي 1453 تمثل درجة انصهار النيكل النيكل بنصهار عند درجة حرارة لاحظوا شو مبين عندي الزمن بس درجة الحرارة عشانك تيجي النقطتين لما اتطلع عليهم ببينه نفس الاشي يعني الان هذا عملية لا يعني هذا انه تجمد صار بشكل لحظة لا اخذ زمن عشان صارت عملية تجمد معناته هاي نقطة وهاي نقطة الان لو اخذنا سبيكة هين اخذنا سبيكة عبارة عن 40% نيكل 60% انحاس اخذنا سبيكة 40% نيكل 60% انحاس الاشي هيختلف الان حاخو السبيكة 40% نيكل هاي عند الزمن وهاي درجة الحرارة الان السبائك بتختلف عن المعادن الخالصة السبائك ما بتتجمد عند درجة الحرارة ثابتة الان لو بديت مثلا من 1500 درجة بديت ابرد هكون عندي سائل وببرد لحد ما اصل درجة حرارة معينة هاي تمثل بداية بداية التجمد الان الان عندي هين سبيكة اللي هي اربعين في المية اربعين في المية نيكل ستين في المية انحاس اربعين في المية نيكل ستين في المية الان التجمد لا لا سبيكة مش عنصر خالص بصير 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 هادي نهاية نهاية التجمد وهذا ما يسمى لفريزنج رينج معناته التجمد بتصير اوبر اوبر اوبرتشا رينج بعد هيك هو خلاص صلب وببرد يعني من هين لهين عندي عندي نهاية هين لكود هين لكود زائد صلد وهين صلد واضح في حالة السباك يعني مش معادن خالصة التجمد بصير عند درجة حرارة بصير اوبر اوبرتشا رينج يعني بينما عملية التجمد مستمرة الحرارة بتنزل لكن في حالة المعادن الخالصة التجمد بصير عند درجة حرارة ثابتة زي حالة النيكل الخالص او حالة الانحاس الخالص بيكون التجمد عند درجة حرارة ثابتة عشان هيك هادي النقطة هادي 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 درجة حرارة هادي بداية التجمد هاي هاي تي واحد او تي ال وهادي تي اس دي سميها تي ال اللي هي بيكون above this temperature تي ال above this temperature بيكون عندي المادة في الحالة السائلة تي اس below this temperature المادة تكون في الحالة الصلبة بين التي ال والتي اس بيكون المادة خليط بين الحالة من الحالة السائلة والحالة الصلبة شكرا لما نعمل بلط بلط هتظهر عندي نقطتين لما نرجع ارجع على الفيز زي جرام هاي عندي اربعين في المية هادي النقطة تمثل التي ال هادي النقطة التي ال وهادي التي اس التي ال والتي اس لان انا لو خيبتتو سابيك Twenty mãe عند حيصير التجمد over temperature range حيصير عندي التجمد من هذه الحرارة لهذه الحرارة عند تمانية في المية ناية سيتو حسير بداية التجمد عند هذه الحرارة ونهاية التجمد عند هذه الحرارة عند عشرين في المية حتكون هідي بداية التجمد وحرارة بداية التجمد وهذي حرارة نهاية التجمد الآن عندي معناته هذه النقطة عند 20% تمثل بداية تجمد عند 20% هذه النقطة تمثل بداية درجة حرارة بداية تجمد عند 40% نيكل هذه النقطة تمثل بداية حرارة درجة تجمد عند 60% نيكل هذه النقطة تمثل بداية درجة حرارة تجمد عند 80% الآن بوصل بين النقاط هذه اللي هي تمثل بدايات التجمد بعمل خط بسميه اللاين التحته هذا الخط الواصل بين نهايات التجمد نهايات التجمد هذا الخط التحتين بسميه ما نعته الـ liquidus line الـ line above which we have only liquid الـ solidus line الـ line below which we have only solid in-between الـ liquidus line و الـ solidus line بكون اندي خليط من من solid و liquid عادة ان الصليد هين بالموزول والرموز ألفة و بيتا وقاما اندي هين سميه ألفة ألفة عندي ألفة ألفة فيز الألفة فيز عبارة عن solid solution من النيكل والنحاس دايبين بعض بشكل كامل معناته هذا السيستم بيعطيني في حالة بعد التجمد بيعطيني سينجل ألوي يعني السبيكة عبارة عن سينجل فيز ألوي هذا بسميه بايناري ايزومورفس سيستم الآن هذا للنيكل والنحاس زي ما حكينا عنده واحد صليد فونز اللي هو ألفا فز المكونات النظام اللي هي عبارة عن نيكل والنحاس بيدو بعض بشكل كامل عرفنا الليكويد السيبريتشور والصليد السيبريتشور والفريزين جرينج المتالز البيور المتالز صليدفاي ات كونسان تيبريتشور الالويز صليدفاي اوور افريزين جرينج اوور افريتشور جرينج هذا كلام حكينا وهذا كلام حكينا زي ما انتم شايفين عندي هين هذا احنا هذا اللي هي الكولينج كيرف الكولينج كيرف لعملية تجمد اللي هو معدن خالص احنا حكينا هاد هي بداية التجمد هاد نهاية التجمد يعني في المنطق هاد بيكون عندي الليكويد هين الليكويد زي الصليد وهين ايش الصليد هذا منحنة منحنة التبريد للسائل وهذا منحنة التبريد للصليد السبائك صليدفاي اوور اف تيم رينج اوف تيم بريتشور زي ما احنا شايفين عند سبى كيرف فرمية بدأ التجمد عند الف ومتين وثمانين اللي هي ريكود ايش تيم بريتشر وانتهت التجمد عند الف وتنتين واربعين اللي هي صليد استيم بريتشور معناته عند سبيكة ارمية في المية اعلى من الف وتنتين وثمانين بتكون المادة في الحالة السائلة أقل من 1240 درجة بتكون المادة في الحالة الصلبة بين 1280 و 1240 لـ Composition 40% بتكون المادة خليط من سائل زاد صلد الآن عند درجة حرارة معينة عند درجة حرارة معينة For a given composition عند درجة حرارة معينة For a given composition CO الآن ممكن أعرف الفيزز يعني عند B الـ B جاي بين الـ liquidus والـ solidus معناته أكم فيزز موجود معناته عند التو فيزز solid فيز زائد liquid فيز الآن عشان أعرف كمية كمية كل فيز والـ composition لكل فيز بأرسم تاي لين بأرسم خط أفقي خط أفقي حيتقاطع عن الشمال مع الـ liquidus line وعلى اليمين حيتقاطع مع solidus line الآن إذا بأسقط هين هتعطيني السيئة لـ composition تركيبة الـ liquid إيش تركيز الـ liquid إذا بأسقط من هين لتحت هتعطيني تركيز زيت الصلد يعني تركيز الصلد من خلال تقاطع الـ tie line مع الـ liquidus line تركيز الصلد من خلال تقاطع الـ tie line مع الـ solidus line الآن كمية الـ liquid بأستخدم كأنه بأعتبر كأنه مسألة استاتيكة هادي الوزن الـ liquid حيكون هذا الدراع الدراع المعاكس على الدراع الكل يعني هتكون W liquid حتكون S على R زائد S و W و W الـ solid وزن الصلد حتكون R على R زائد S اللي يعني ممكن نحكي الـ liquid سوى C alpha ناقص C O على C alpha مينس C L C alpha اللي هي composition للصلد و C O composition للألوي و C L composition للألوي و W الف بالسوى R على R زائد S بالسوى C O مينس C L على C alpha مينس C L انحل الـ example Derive the lever rule الـ lever rule هو هذا الرول احنا ناقص بدي اثبت انه W L بتساوي C alpha مينس C O على C alpha مينس C L و W alpha بتساوي لو C O مينس C L على C alpha F minus C L طيب احنا ناخد هذه الفيز ديوغرام هاي عندي هاي نقطة معينة هذا C O هادي C alpha وهادي C L لو اعتبرت انه هادا كأنه ميزان على الطرف هادا عندي هين liquid وعالطرف هادا عندي ايش solid alpha اول اشيه لو اعتبرت عندي وان كيلوغرام وان كيلوغرام خليط يعني التوتال كمية الكلية للمادة واحد كيلوغرام واحد كيلوغرام هيكون جزء منه liquid وجزء منه ايش solid يعني الواحد كيلوغرام هيكون W alpha وزن المادة الصلبة زاد المادة السائلة هيكون يساوي ايش واحد السي او بتمثل نسبة السي او نسبة النيكل في السبيكة السي او بتمثل نسبة النيكل في السائل والسي او بتمثل نسبة النيكل في الصلب نسبة النيكل في الصلب معنى السي او بتمثل في السبيكة السي او تمثل النسبة الكلية للنيكل في السبيكة معناته السي او جزء من السبيكة هنا حيكون في السائل نسبة النيكل في السائل سي او في الو زائد سي الفا في دابليو الفا هادي معادة لرقم واحد هادي معادة لرقم اتنين من واحد هاكون عندي دابليو الفا سواحد ماينس دابليو الف نعود في اتنين يعني هسير عندي سي ال دابليو الفا زائد سي الفا بدعود عن دابليو الفا بواحد ماينس دابليو الفا بالساوي سي او هاخد هادي مع هادي هاخد هاخد دابليو الفا هعمل مشترك هاكون عندي سي ال ماينس سي الفا ماينس سي الفا حاكد ساوي حاجي بالسي الفا على جهة تانية حاكد ساوي سي او ماينس سي الفا يعني اضربت الطرفين بماينس بغير شيش في المعادلة هسير عندي دابليو الفا دابليو الفا دابليو الفا ماينس سي ال بالساوي سي الفا ماينس سي او يعني دابليو الفا حاكد ساوي سي الفا ماينس سي او على سي الفا ماينس سي ال اللي هي المعادلة هادي معناته أثبتنا والوحدة الان دابليو الفا ما هي دابليو الفا بالساوي واحد ماينس دابليو الفا حي ساوي واحد ماينس سي الفا ماينس سي او طبعا هذا في الوزن في ال ماشي سي الفا سي الفا ماينس سي او على سي الفا ماينس سي ال حاخد سي الفا ماينس سي ال عام مشترك حاكو عندي سي الفا ماينس سي ال ماينس سي الفا زائد سي او حيروح عندي سي الفا مع سي الفا حتساوي سي معناته دابليو الفا حتصير تساوي سي او ماينس سي ال على سي الفا ماينس سي ال اللي هي المعادلة التانية اللي هي هذه معناته we derive the level rule لا هم يكون خلصتنا الجزء اول من الشبطر الفيز دي اجرامز المحاضرة الجاي بنكمل اعطيكم العافية